السحراء المغربية هي القضية الوطنية الأولى سؤال، ما هو ترتيب القضية الوطنية الأولى ضمن برامج التلفزيون점 المغربية؟ أم لماذا ينام تقوم بت shootsتاب aؤدي لCS المغربية؟ أم لذلك تصل بتسبب تاريخي السحراء المغربية؟ كيف عدنا قضية وطنية ايضا أن تتأيصان التلفزيوني ضربة طمع؟ أما سوف نعطيونا المعلومات الصحية ولا تخليونا نسطحهم المعلومات في الانترنت مرة معلومة بيضاء مرة معلومة كحلا مرة معلومة مسمومة أما حصل بالنسبة للمغرب والمغاربة والقضية العلم بالقضية أو الجهل بها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واش ما تقدروش ديروا برامج كابسولات فيها دقيقة واحدة وفي كل دقيقة تورينوا جزء من تاريخ الصحراء المغربية درتوا كابسولات على الكوفيد على انتخابات علش ما تديروش كابسولات على الصحراء المغربية تتعاملوا مع القضية الوطنية الأولى بحل شي فولكلور مرة مرة في شي صحراء دي الشعبي تتجيبوا واحدة لوحدة في الأخر دي البرنامج لا يبشق الشابية زرقة ولا فولار زرق وتتطلعوا عليه الجينيريك دي البرنامج برافو الإعلام الوطني للا الدراما المغربية يعني المسلسلات المغربية اللي القصص ديالها تتشابهوا ولد بدلو في السبيطار تلاقى مع خاطبته صدقات خاطبته هي أخته بصدق هو مرتخاله في الأخرى التعرف هو اللي اختل عمو خمو علش قضية الصحراء المغربية ما تحولها إلى مادة تشتغلوا عليها في الدراما أو في الكوميديا خاسر الملايير على مسلسلات ديال الخوى الخاوي ما فيهم تقيمة أخلاقية ولا وطنية ولا دينية ولا ثقافية ولا توعوية وخسروا جزء من هذه الملايير على القضية الوطنية المغربية نعود نقولها باش يلا تفهمونا ما دام الصحراء المغربية هي القضية الوطنية الأولى سلحوا المواطن بالمعلومة الحقيقية باش يكون أحسن سفير وأحسن محامي لهاد القضية حشو ملقوا متقافة واحد ولا جوج في التلفازة المغربية أو في الانترنت تدوي على الصحراء المغربية بعمق وبمعرفة وحنا المغربة كاملين وأنا واحد منهم حالي نفهمنا فيه محالي تدولين على المريخ العلم والجهل سمحوا ينعود السؤال اللي بديت به يما لين تلفازات المغربية إلا كانت الصحراء المغربية هي القضية الوطنية الأولى سؤال شعال الترتيب ديالها ضمن البرامج ديالكم إما جاوبونا بدل لغة خشب وإما كلوا الهريسة